مساء الخير للجميع فقرة جديدة من فقرات ملخص كتاب واليوم مع رواية أيام الماعز للكاتب الهندي بني دانيال والمعروف باسمه المستعار بنيامين قبل بداية هذا الملخص لكتاب أيام الماعز أريد أن أشير لكم أن كل ما سيريد في هذا الفيديو يشكل رأي الكاتب وموقفه وأرى النقاد أما بخصوص رأي فأنا لا أتفق مع حسر هذا الموضوع في منطقة معينة في العالم وأرى فيه حيفا كبيرا شكرا على تفهمكم والآن إلى ملخص الرواية تعد رواية أيام الماعز هي الرواية التي تم اقتباس الفيلم الشهير منها حياة الماعز هي عمل أدبي مبني على تجارب حقيقية تروي قصة نجم الدين وهو عامل مهاجر من ولاية كيرالا الهندية يذهب إلى الخليج للأمل بحثا عن حياة أفضل لعائلته ومع ذلك فإن حلمه بالثراء السريع وتحسين دخله المالي يتحول إلى كابوس عندما يجد نفسه محبوسا في صحراء قاسية بعيدا عن الحضارة حيث يجبر على رعاية قطعان الماعز تحت ظروف غير إنسانية نجم الدين المفعم بالأمل في حياة أفضل يهاجر إلى الخليج بعد أن يخبره أحد معارفه بوجود فرصة عمل جيدة هناك عند وصوله يحتجز جواز صفره ويخدع بشأن نوعية العمل حيث يكتشف أنه لا يوجد عمل محترم كما وعد به بل يجد نفسه في مواجهة واقع بائس يتم إرساله إلى الصحراء حيث يعيش في عزلة تامة تقريبا عن العالم الخارجي يجبر على العمل كراع للماعز في ظروف معيشية قاسية جدا بدون أجر كاف وبدون القدرة على التواصل مع عائلته أو العودة إلى وطنه يعاني نجم الدين من الجوع والعطش والبرد القارس إلى جانب المعاملة القاسية من قبل رب عمله نجم الدين يتأقلم مع الواقع الجديد بمرور الوقت لكنه لا يتخلى عن أمله في الهروب والعودة إلى عائلته يحاول مرارا وتكرارا الهروب ولكن دون شدوى حتى أن الظروف تجبره على القبول بالوضع الحالي ومحاولة البقاء على قيد الحياة بعد فترة طويلة من المعاناة يتمكن نجم الدين من الهروب والعودة إلى الحضارة حيث يعثر عليه من قبل بعض العاملين في إحدى المزارع يتم تسلمه إلى السلطات التي تساعده في العودة إلى وطنه ولكنه يعود إلى بلده محطماً جسدياً ونفسياً محملاً بذكريات مريرة عن تجربته في الصحراء إن هذه الرواية تقدم نقداً لظروف العمل غير الإنسانية التي يعاني منها الكثير من العمال المهاجرين في الخليج وتسلط الضوء على الاستغلال الذي يتعرضون له وتعبر الرواية عن مشاعر العزلة والوحدة التي يمر بها نجم الدين مما يعكس تجربة الكثير من العمال المهاجرين الذين يجدون أنفسهم بعيدين عن عائلاتهم وعن وطنهم فرغم الظروف القاسية يحتفظ نجم الدين بكرامته ويستمر في النضال من أجل حياة أفضل مما يعكسه الروح الإنسانية في مواجهته كل تلك المعاناة الرواية تستعرض الصدام بين الأحلام التي يحملها المهاجرون عند مغادرتهم لأوطانهم والواقع القاسي الذي يواجهونه في بلاد الغربة إن رواية أيام الماعز تقدم نظرة قاسية وواقعية عن تجربة العمالة من الهند إلى دول الخليج وهي تجربة يعرفها الملايين من العمال الذين يغادرون أوطانهم بحثا عن حياة أفضل ليجدوا أنفسهم في ظروف أشبه بالعبودية الحديثة الرواية مبنية على تجارب واقعية تم تجمعها من شهادات حقيقية مما يعطيها مصداقية كبيرة وقوة سردية تجذب القارئة إلى أعماق معاناة الشخصية الرئيسية والآن لندخل إلى بداية القصة تبدأ القصة في قرية نائية في ولاية كيرالا بالهند حيث يعيش نجم الدين في ظروف مادية قاسية مثل معظم سكان هذه القرية الفقر هو التافع الرئيسي الذي يجعله يفكر في الهجرة يلتقي بأحد معارفه الذي يعمل كوسيط أو كوكيل توظيف والذي يغريه بوعود كاذبة عن العمل الجيد هذه الوعود الكاذبة ليست إلا بداية سلسلة من خيبات الأمل بمجرد وصول نجم الدين تبدأ الحقيقة في الكشف عن وجهها القبيح يصدم عندما يأخذ منه جواز سفره وهي ممارسة شائعة تعرف باسم نظام الكفالة حيث يصبح العامل تحت رحمة صاحب العمل بدون أي حقوق قانونية فعالة نجم الدين الذي توقع العمل في وظيفة لائقة يجد نفسه محاطا ببيئة غير مألوفة في بلد لا يعرف لغته أو ثقافته مما يزيد من شعوره بالعجز والضعف يتم إرسال نجم الدين للأمل في الصحراء كراع للماعز في بيئة لا ترحم حيث يواجه العزلة التامة بعيدا عن أي تجمعات سكنية يعيش في خيمة مهترئة وسط الرمال الشاسعة بدون وسائل راحة أو أمان الطعام والماء محدودان وأحيانا يتم تركه بلا طعام لعدة أيام الظروف الصحية مزرية ولا توجد أي مرافق طبية مما يجعل المرض مصدر خوف دائم الصحراء ليست مجرد مكان للعمل بل تتحول إلى سجن مفتوح نجم الدين محاط بطبيعة قاسية تمنعه من الهروب الظروف المعيشية القاسية تضاعف من معاناته الجسدية والنفسية العواصف الرملية الحرارة القاسية والبرد القارص في الليل كلها تحديات يواجهها يوميا كما أن الوحوش البرية تضيف المزيد من الرعب لحياته واحدة من أقصى التجارب التي يمر بها نجم الدين هي العزلة العزلة في الصحراء لا يوجد أحد للتحدث معه يفتقد عائلته بشدة والحنين إلى الوطن يصبح ألما يوميا الذكريات عن أطفاله وزوجته تصبح مصدر قوة له لكنها أيضا تزيد من معاناته لأنه يشعر بالعجز الكامل عن التواصل معهم أو العودة إليهم يظل في حالة انتظار دائم لأي فرصة للخلاص لكنها لا تأتي رغم كل تلك الظروف القاسية لا يفقد نجم الدين الأمل تماما يبدأ بالتخطيط للهروب مستعينا بما لديه من معرفة قليلة بالصحراء لكنه يدرك أن أي محاولة فاشلة قد تكلفه حياته الهروب ليس مشرد قرار بل مغامرة محفوفة بالمخاطر الجوع والعطش إضافة إلى خطر القبض عليه ومعاقبته نجم الدين يحاول الهروب عدة مرات لكنه في كل مرة يتم إلقاء القبض عليه وإعادته إلى الصحراء كل محاولة فاشلة تتركه في حالة من اليأس المتزايد لكنه يظل مصمما على النجاة بعد كل محاولة يعاقب بطرق مختلفة مثل الحرمان من الطعام أو التعرض للضرب لكنه لا يفقد إيمانه بأن هناك طريقا للخلاص بعد فترة طويلة من العذاب تتاح له فرصة للهروب هذه المرة بكل نجاح يلتقي بمجموعة من المزارعين الذين يساعدونه في الوصول إلى السلطات هذا اللقاء يمثل نقطة تحول في حياته حيث يبدأ في استعادة حريته بعد قضاء فترة في الحجز لدى السلطات يتم ترحيله إلى الهند لكن العودة إلى الوطني ليست نهاية سعيدة تماما نجم الدين يعود بجسد ونفس محطمة محملا بتجربة قاسية ستظل تطارده رغم عودته إلى أسرته إلا أن الرعب الذي عاشه يظل جزءا منه لقد تضمنت هذه الرواية العديد من العناصر الأدبية والرمزية الماعز تصبح رمزا لحياته الجديدة في الصحراء الماعز حيوانات بسيطة وضعيفة تعيش تحت رحمة من يرعاها تماما كما هو حال نجم الدين تحت رحمة صاحب العمل العناية بالماعز تصبح مهمة روتينية تستنزف روحه وجسده وتغدي شعور العبودية الذي يعيشه وكذلك الصحراء كرمز إذ أن الصحراء بنفسها رمز قوي للعزلة والقسوة إنه مكان لا يرحم يعكس الظروف النفسية والجسدية التي يعيشها نجم الدين في الصحراء إذ يشعر بالضياع والتيه كما لو أنه في عالم بعيد عن الحياة حيث يصبح الزمن بلا معنى وأخيرا هو ليس آخرا الصراع الداخلي إذ أن نجم الدين يمر بصراع داخليين بين الأمل واليأس بين الرغبة في الهروب والاستسلام للواقع إذ أن هذا الصراع هو ما يجعله إنسانا ويعكس معاناته العميقة إنه يكافح للبقاء على قيد الحياة لكن في نفس الوقت يكافح للحفاظ على كرامته وإنسانيته لقد تعرضت هذه الرواية كغيرها من الرواية العالمية نقدا كبيرا ومن عدة جوانب والآن سنبدأ في استدراج هذه الآراء النقدية إن الرواية تلقت إشادة كبيرة لقدرتها على تصوير الواقع القاصي الذي يعيشه العمال المهاجرون بين يامين يستخدم أسلوبا سرديا قويا يجذب القارئة إلى داخل التجربة مما يجعل القارئة يشعر بمدى قصوة الحياة التي يعيشها نجم الدين إن الرواية تقدم نقدا لنظام الكفالة ولظروف العمل في الخليج حيث يتم استغلال العمالة بشكل ممنهج الرواية تطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والإنسانية في التعامل مع هذه الفئة من العمال الذين يتم نسيانهم وإهمالهم في مجتمعاتهم أيام الماعز أثارت نقاشات واسعة حول ظروف العمالة المهاجرة في الخليج ودفعت الكثيرين للتفكير في هذه القضايا من منظور إنساني الرواية تبرز أهمية الوعي والتغيير الاجتماعي وتدعو إلى تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعمال المهاجرين أما بخصوص البنية السردية والواقعية الأدبية فإن النقاد قد أشهدوا بقدرة بن يامين على تقديم واقع العمال المهاجرين بشكل صادم وواقعي الرواية تتبنى أسلوب السرد الواقعي الذي يجعل القارئ يشعر كما لو أنه يعيش التجربة مع الشخصية الرئيسية هذا الأسلوب يساعد في إيصال المعاناة الإنسانية بطريقة مباشرة وفعالة النقاد أكدوا أن الرواية تمثل صرخة ضد الظلم والاستغلال الذي يواجهه العمال المهاجرون وتجسدوا واقعا قد يغفل عنه الكثيرون إن النقاد قد لاحظوا أن بن يامين استخدم بنية سردية غير خطية حيث ينتقل بين الماضي والحاضر في حياة نجم الدين هذا الانتقال بين الأزمنة يساهم في تعميق فهم القارئ للمعاناة التي يمر بها البطل ويتم الكشف عن تفاصيل حياته السابقة ببطء مما يضيف طبقات من التعقيد للشخصية ويزيد من تعاطف القارئ معها وفي تقديم الشخصيات يظهر أن شخصية نجم الدين هي محور الرواية والنقاد أثنوا على الطريقة التي تم بها تقديم هذه الشخصية نجم الدين يبدأ كرجل بسيط مليء بالأمل والطموح لكنه يتحول تدريجيا إلى شخص محطم بسبب الظروف القاسية التي كان يواجهها النقاد أكدوا أن هذا التطور في الشخصية كان ملموسا ومقنعا مما يعزز من واقعية الرواية غير أن بعض النقاد قد أشاروا إلى أن الشخصية الثانوية في الرواية مثل أصحاب العمل أو السلطات التي يتعامل معها نجم الدين لم تكن متميزة بنفس الدرجة لكنها خدمت الغرض من إظهار القسوة واللا إنسانية التي يتعرض لها العمال المهاجرون هذه الشخصيات لم تكن معقدة بل كانت تمثل نوعا معينا من الشر أو التجاهل وكذلك أكد النقاد وأشادوا بجرأة الرواية في تناول موضوعات خساسة مثل الاستغلال الاقتصادي ونظام الكفالة في دول الخليج الرواية قدمت نقدا لاذعا للنظام الاجتماعي الذي يسمح بحذوث هذا النوع من الاستغلال البعض رأى أن الرواية تتمثل دعوة للتغيير الاجتماعي وتبرز الحاجة إلى تحسين ظروف العمال غير أن أحد الجوانب التي نالت استحسان النقاد هو الصراع الداخلي الذي يعاني منه نجم الدين هذا الصراع بين الأمل واليأس وبين الرغبة في الهروب والاستسلام للواقع يمثل جوهر الرواية النقاد أشاروا إلى أن هذا الصراع يعكس الطبيعة الإنسانية في مواجهة القهر ويجعل من نجم الدين شخصية عالمية يمكن أن يتعاطف معها القارئ كذلك لم تسلم تلك الرموز من آراء النقاد إذ لاحظوا أن بن يمين استخدم رمزية قوية وهي الماعز الماعز التي يرعاها نجم الدين تمثل حالة العبودية التي يعيشها إنها حيوانات بسيطة تتعرض للسيطرة التامة تماما كما يحدث مع العمال المهاجرين في الصحراء بمساحاتها الشاسعة وظروفها القاسية وترموز إلى العزلة والقسوة التي يواجهها نجم الدين هذه الرموز لم تكن مجرد خلفية للأحداث بل كانت جزءا لا يتجزأ من بناء المعنى العميق للرواية وكذلك أشاد النقاد وأثنوا على استخدام بن يمين للغة بسيطة ولكنها قوية وفعالة في إيصال المعاني اللغة في الرواية كانت خالية من التعقيدات مما جعلها سهلة الفهم ومتاحة لجمهور واسع من القراء هذا الاستخدام للغة البسيطة ساهم في جعل الرواية أكثر تأثيرا حيث تركزت القصة على العواطف والتجارب الإنسانية بدلا من الاعتماد على الزخرفات اللغوية غير أن بعض النقاد أشادوا بتفاصيل الوصف في الرواية خاصة تلك التي تتعلق بالحياة اليومية في الصحراء والعمل مع الماعز هذه التفاصيل الدقيقة أضافت بعدا واقعيا للرواية وشعلت القارئ يشعر بأنه يعيش مع نجم الدين في هذه البيئة القاسية النقاد أشاروا إلى أن هذه القدرة على الوصف تعكس موهبة بن يمين في سرد القصص وختاما لهذه الآراء النقدية والتحليلية إذ أن الرواية قد لاقت استحسانا كبيرا على الساحة الدولية بقدرتها على تقديم تجربة إنسانية شاملة يمكن أن يتعاطف معها القراء من مختلف الثقافات البعض رأى في أيام الماعز عملا عالميا يتجاوز حدود الهند أو الخليج ليطرح قضايا الإنسان العامل في كل مكان في حين أن بعض النقاد أبدوا اهتماما خاصا بالجانب النفسي للشخصية الرئيسية نجم الدين الذي يعاني من ضغوط نفسية هائلة نتيجة الظروف التي يعيشها وهو ما ينعكس في سلوكه وتفاعله مع البيئة من حوله النقاد لاحظوا كذلك كيف يستخدم بنيامين هذه الضغوط النفسية لتطوير الشخصية ولإبراز التوثور الداخلي الذي يشعر به نجم الدين بين الرغبة في الهروب والخوف من العواقب إن الرواية وفقا لبعض القراءات النقدية يمكن أن تفهم من منظور فلسفي وجودي نجم الدين يواجه أسئلة عميقة عن معنى الحياة الغرض من الوجود والكرامة الإنسانية هذه الأسئلة تجعل الرواية ليست فقط قصة عن معاناة عامل مهاجر بل أيضا تأملا فلسفيا في معاني أعمق تتعلق بالوجود البشري أيام الماعز هي رواية عن الأمن والخيبة عن النضال من أجل البقاء في ظل ظروف قاسية وعن السعي لتحقيق الكرامة في مواجهة القهر الرواية تقدم نظرة مؤلمة على حياة العمال المهاجرين وتدعو القارئة للتفكير في قيمة الإنسان في مواجهة الظروف الاقتصادية والإجتماعية الصعبة وختاما فإن رواية أيام الماعز للكاتب بنيامين تمثل عملا أدبيا عميقا ومعقدا يجمع بين الواقعية الإجتماعية والتحليل النفسي والفلسفي إذ استطاع بنيامين أن يقدم من خلال هذه الرواية صورة شاملة لتجربة العمال المهاجرين ما جعلها تحضى بتقدير نقدي واسع النطاق إذ أن الرواية ليست مجرد توثيق لحياة نجم الدين بل هي عمل أدبي متكامل يطرح أسئلة حول العدالة والكرامة والهوية مما يجعلها تستحق مكانتها البارزة في الأدب الهندي والعالمي على حد سواء شكرا لمتابعتكم وإذا أعجبكم هذا المحتوى ألمرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك وإلى الفقرة القادمة